مرحبا فيكم في فيديو التعليم الجديد حول ايويزو في هذا الفيديو رح نتحدث عن كيفية تحميل وتثبيت الايويزو على نظام الويندوز انا شخصيا بستخدم الويندوز 8.1 لكن هذا كمار رح يشتغل على الويندوز 7 في البداية ننقر على ايقود الانترنت ونقوم بكتابة ايويزو في مكان البحث نختار اول خيار من اللائحة الظاهر عنا ايويزو.com نفوت على الموقع الرئيسي اذا كنت مستخدم جديد لابد انك تعمل حساب بالايويزو وفي فيديو سابق حول كيفية تنشاء الحساب ممكن انك ترجعه تشوفه وبعدين تعود لهذا الفيديو لكن اذا كنت مستخدم مسجل ممكن انك تنقر على تحميل وتختار ايويزو على نظام التشغيل ويندوز رح يبدأ التنزيل بعد انتهاء من التنزيل نقر على الايقونة وتظهر عنا شاشة تثبيت البرنامج نقر على موافق التعليم موافق مرة اخرى وتثبيت ستبدأ قبلية التثبيت زي ما نحن شايفين وبعد ما تخلص ننقر على التعليم والانتهاء زي ما نحن شايفين ايويزو ظهرت عنا على شاشة الديسكتوب نقر بتسجيل الدخول عن طريق البريد الالكتروني وكلمة المرور الخاصة بحسابنا على الايويزو ومنقر على الدخول بعد هيك نقر على ايقونة الايويزو ومنشوف جمعات الخوادم انتوفر عنا وبنختار اي خادم من فضله انا على سبيل المثال اخترت خادم الولايات المتحدة وبعدين نقر على اتصال وبتم الاتصال بخادم الولايات المتحدة اللي تم اختياره هاي الطريقة السهلة جدا لاستخدام الايويزو اذا كان عندك اي استفسار اخر تفضل بزيارة موقع ايويزو.com وان شاء الله راح نجيب على كل اسئلتك شكرا